لا تزال إسهامات المملكة في مجال العمل الإنساني حاضرة بقوة في ساحة الدولية حيث وقعت منظمة البلسم الدولية مذكرة تفاهم في جنيف مع منظمة فاب فاونديشن بحضور السيدة الأولى لجمهورية غامبيا فاطمة باش بارو والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية وكبار الممثلين لمنظمة الصحة العالمية وممثلين بحثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة الدولية المملكة العربية السعودية في مقدمة دول العالم التي تساهم في العمل الإنساني سواء من خلال المؤسسات الرسمية للدولة أو من خلال المؤسسات غير الرسمية حضرت توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة البلسم وبين مؤسسة غاب في جامبيا التي ترعاها السيدة الأولى في جامبيا تم توقيع هذه المذكرة لتقديم مزيد من العون في المجال الطبي للمحتاجين في جامبيا وفي الدول المجاورة لها منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في مجال العمل الإنساني تؤكد على دور المملكة العربية السعودية الإنساني باعتبارها في مقدمة الدول المانحة والدعمة للعمل الإنساني عبر المؤسسات الرسمية وغير الرسمية مثل مركز الملك سلمان والبلسمة الدولية وغيرها من منظمات العمل الطوعي عندما زار رئيس جامبيا المملكة العربية السعودية وطلب مقابلة البلسم وعندما قابلناه فخامت الرئيس مع زوجته معالي السيدة الأولى اقترح علينا توقيع مذكر التفاهم لكي يستمر هذا الترابط وهذا اللقاء وهذا التلاحم بين جمعية فاطمة وبهباره التي أسستها زوجته ورعتها بكثير من الجهد والتعب وبين البلسمة الدولية أسهمت جهود المملكة العربية السعودية عبر منظمة البلسمة الدولية في تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لعشرات مرضى القلب في اليمن وقدمت الكثير من الخدمات الصحية لمستشفيات القارة الإفريقية وعددا من دول شرق آسيا مما اعتبرتها بعض منظمات الأمم المتحدة النافذة الإنسانية للمملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية في مقدمة دول العالم التي تساهم في العمل الإنساني عبر النوافذ الرسمية والمنظمات الطوعية طه يوسف حسن قناة الإخبارية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر